اضافة الروابط في قسم لمحة في قناتي على اليوتيوب وايه اهميتها تابع معي السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة ياسمين عشور فيديو النهاردة كده هنتكلم على اضافة الروابط في قسم لمحة في قناتي على اليوتيوب وايه اهميتها بس ياريت قبل مبدأ فيديو النهاردة ياريت تعملي اشتراك في القناة لو انت اول مرة تشوفني وتعمل لايك للفيديو وتوصل الفيديو ده لمتين لايك فضلا هنروح كده مع بعض على قسم نامحة في قناة ياسمين عشور ولو نزلنا كده طبعا احنا الفيديو اللي فات قلنا ازاي نضيف وصف للقناة وايه اهمية وصف القناة وشرحناه وهسيبه لك ان شاء الله في شاشات النهاية واحنا بنعمل سلسلة وبنقدمها الفترة دي عن انشاء قناة والربح منها لو نزلنا كده ونشوفنا الروابط هتلاقينا ضيفة روابط انستجرام والتيك توك وجروب الفيسبوك وصفحتي على الفيسبوك للتواصل مع المتابعين هتقول لي ايه هميتها هقولك سهولة التواصل مع المتابعين لو عندك صفحة وعايز تكبرها أنت هتضفها لهم هنا في قسم لمحة اي حد عايز تواصل معاك بيضغط عليها وبيعملك متابعة او بيعملك اشتراك او بيتواصل معاك عن طريق الروابط اللي انت بتضيفها مواقع التواصل اجتماعي هنضيف اول حاجة دلوقتي صفحتي على الفيسبوك هننزل كده و هنروح على الفيسبوك فتحنا الفيسبوك مع بعض و نضغط على التلت شراط دول و نضغط كده على عرض ملفك الشخصي أول ما هتضغط عليها هدخلنا على صفحتك هننزل كده و هتلاقي كلمة تعديل الملف الشخصي و جنبها تلت نقط طبعا أنا بشرح دلوقتي على الموبايل مش من على الكمبيوتر عشان ما حادش بس يقول إيه انتي بتشرحي على الكمبيوتر هننزل كده و هنختار نسخ الرابط اهو نسخ الرابط ده بقى رابط ملفك الشخصي على الفيسبوك و هنضغط كده على نسخ الرابط هنروح كده بقى على جوجل كروم عشان نضيف رابط الفيسبوك معي و نضغط كده نفتح جوجل كروم مع بعض هتبدأ تكتب في البحث تسجيل دخول يوتيوب و أنا اليوتيوب مسجل عندي هوا ببدأ أنه نضغط عليه و هيدخلها كده بالشكل ده كده زي ما انت شايفين طيب دلوقتي هضغط على التلت نقط كده و هنعمل الموبايل عرض بإصدار سطح المكتب هتلاقي عندك الموقع الكتروني المخصص أو العرض بإصدار سطح المكتب انت بتحول موبايلك لجهاز كومبيوتر أنا دلوقتي لو ما عنديش الموقع الكتروني المخصص هلاقي عندي العرض بإصدار سطح المكتب عشان ما حدش يقولي أنا ما عنديش الموقع الكتروني المخصص قابلتني كتير قوي فيديوهات كتير ناس بتقولي احنا ما عندناش الموقع الكتروني المخصص كده خلاص انا حاولت موبايلي لجهاز كمبيوتر ببنى ان انا اضغط على ايقونة القناة صورة القناة من اه ما اضغط عليها هيجي لك كده قايمة من ضمنها كلمة قناتك بضغط كده على كلمة قناتك هيزهر لك حاجتين وهي تخصيص القناة وادارة الفيديوهات وانا بضغط اه على تخصيص القناة طبعا مشارة الفيسبوك وجروب الفيسبوك ورابط التيك توك ورابط صفحية على انستجرام بس ممكن انت تضيف تويتر ممكن تضيف اي موقع تواصل اي شخص يقدر يتواصل معك او اي صفحة عندك انت ممكن تضيفها هنا هتلاقي عندك تخصيص القناة ومن تخصيص القناة هتلاقي التنسيق العلامات التجارية المعلومات الاساسية وانا بضغط كده على المعلومات الاساسية لما ننزل كده هنلاقي طبعا هنا عنوان ده عنوان بتاع القناة اي هو عنوان ال Bi located? ده رابط القناة لو انت عايز تضيف اي يقول لك احنا عايزين رابط القناة بتيجي هنا وتعمل نسخة للرابط خلاص انا هنزل كده وعندك الروابط وعندك اضافة رابط هنا يمكنك اضافة رابط المواقع الالكترونية التي تريد مشاركتها مع المشاهدين خلاص يبقانا للوقتي لو انا عندي اي صفحة اضفها هنا هنضغط كده على علامة الزائد دي هنا عنوان الرابط ايه هو عنوان الرابط هتقول لهم رابط صفحتي على او صفحتي على الفيسبوك تمام اهو هنصغر كده الشاشة وهنكتب هكتب صفحتي على الفيسبوك وهرجع لك انا دلوقتي كتبت لهم صفحتي على الفيسبوك في عنوان الرابط نركز هنا عنوان عنوان يو ار ال ان هو رابط اي حاجة انت عايز تضيفها اي موقع انت عايز تضيفه بتضيفه بضغط ضغطة طويلة في المربع ده ضغطة طويلة وبعمل كلمة تمام ده دلوقتي عنوان بتاع صفحتي على الفيسبوك وبضغط كده على كلمة نشر اهم حاجة نضغط على كلمة نشر تمام تم نشر التغيرات عملت اي حاجة مش يعني مش ملغبطة انت مش هيظهر لك باللون الازرق اي حاجة باللون الاحمر يبقى انت عملت مشكلة في العنوان خلاص طيب دلوقتي انا دلوقتي خلاص عندي دلوقتي صفحة على الفيسبوك ودفتها انا دلوقتي عايز اضيف جروب الفيسبوك هعمل اي هنروح كده مع بعض على الفيسبوك نرجع كده خلاص من اللي كنا احنا فاتحينه وبنضغط كده على الصفحة بتاعتنا نفتحها ونضغط على التلات شورة الدول وبننزل وبنجيب كلمة المجموعات هنلاقي من ضمنها المجموعة بتاعت ياسمينة عشور وعايزين ننسخ الرابط بالضغط على الايكونة اللي فوق دي كده هنضغط عليها لما نضغط عليها هننزل كده عندك كلمة مشاركة المجموعة وانا هضغط على مشاركة المجموعة وهنا عندك نسخ الرابط بضغط على تم نسخ رابط المجموعة هنرجع كده وهندخل تاني على الصفحة بتاعتنا ونضغط على اضافة رابط هنضغط على اضافة رابط وهنا هكتنا نكتب لهم رابط جروب الفيسبوك هنا جروب الفيسبوك جروب صفحتنا على الفيسبوك كده لسهولة التواصل معاك اي حد المتابعين عايز يتواصل معاك بيتواصل معاك عن طريق اي عنوان يو ار ايل انت هتضيفه هنا هنضغط على المربع التاني وبنضغط ضغطة طويلة مع بعض معلش عشان انا فتحة من الموبايل فالصفحة بتطلع معايا الوحدة ضغط طويلة وبنضغط على كلمة لاصق يبقى انا ضغطت عنوان يو ار ايل بتاع جروب صفحتي على الفيسبوك وبنضغط على كلمة نشر الموضوع المحتار التركيز عشان ما تطلق بطش في اي حاجة ما تضيفش هنا فوق هنا هنا او غير هنا فلازم تركيز انا دا минутة اضفت له من حاكين دون لسه رابط تيك توك وبضغط على كلمة الملف الشخصي من الملف الشخصي هضغط على الثلاث شهرات دون وبنختار الاعدادات والخصصية وهننزل كده وهنختار مشاركة الملف الشخصي بتلاقيها ضمن الاعدادات والخصصية مشاركة الملف الشخصي لو ضغطنا عليه هيجي لك نسخ الرابط وبضغط على نسخ الرابط تم نسخ الرابط هنرجع كده وهندخل تاني على الصفحة وعندك هنا اضافة رابط وببدأ ان انا اختار كده اضافة رابط هنا عندك عنوان الرابط هنا آآ صفحتي على التيك توك خلت معي للدقيقة دي ياريت تعملي لايك للفيديو هننزل كده وصفحتي عنوان الرابط صفحتي على التيك توك وبرضو عنوان اليوارل هندخل ضغطة طويلة ونضيف العنوان بتاعنا عنوان اضاف معي بطريقة سهلة عنوان صفحتي على التيك توك. بنضغط كده على كلمة مشروع. يبقى انا اضفط لهم صفحتي على الفيسبوك وجروب صفحتي على الفيسبوك وصفحتي على التيك توك. عندنا بقى المشكلة رابط انستجرام وناس كتير جدا بتعاني اني مش عارفين نجيب رابط لانستجرام. طبعا دي مشكلة في انستجرام. اه مش عارفة محلوهاش ليه. ناس كتير بتشتكي من الموضوع ده. طيب هعمل ايه? ببدأ ان انا اسجل خروج من صفحتي على انستجرام. ببدأ افتح صفحة تانية. تمام? ببدأ افتح صفحة تانية. وببحث على الاسم بتاعي في الانستجرام. يعني هكتب كده في البحث. ياسمين عشور تمام? اهي. وبضغط على ياسمين عشور من صفحة تانية. بضغط على التلات نقط دول. وبضغط على نسخ عنوان للملف الشخصي. تم نسخ الرابط. خلاص? يبقى انا اركز. طبعا هي مشكلة. انا دلوقتي فتحت صفحتي من حساب تاني عشان اعمل نسخ الرابط. هنا برضو هنعمل اضافة رابط. وهنكتب كده فيه العنوان صفحتي على الانستجرام. تمام? وبضغط ضغطة طويلة في عنوان اليو ار ايل وبعمل لاصل. هنا هنضغط على كلمة نشر. عازم نتأكد ان اه انا ضغطت على كلمة نشر عندك اي حاجة عايز تضيفها في القسم لمحة في قناتك. هتعمل زي ما انا عملتها. هتروح على الصفحة اي صفحة انت عملها. اي حاجة عايزهم يتواصلوا معك عليها. اي حاجة واتساب او اي 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 حاجة بتبدأ ان انت تضيف هنا الرابط للواتساب. طبعا احنا كنا عملنا قبل كده. ازاي اضيف الواتساب في قسم لمحة في قناتي. وهسيبه لك ان شاء الله في شاشات النهاية. واضغط كده على كلمة نشر ويلا بينا كده نروح نشوف آآ الصفحة دي موجود فيها كل الرابط اللي احنا عملناها دي ولا نضغط على آآ صورة القناة. وبنضغط على كلمة قناتك. وهنختار كده قسم لمحة مع بعض وبننزل كده زي ما انت شايفين دي صفحة اللي هي الاحتياطي لانا بدأت ان انا اشرح عليها مش صفحة ياسمين عشور. هنا بقى زي ما انت شايفين صفحتي على الفيسبوك جروب صفحتنا على الفيسبوك صفحتي على تيك توك صفحتي على انستجرام. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة يا ربي فيديو النهاردة يكون اعجبكم. ياريت لايك للفيديو واشتراك في القناة. كان معكم ياسمين عشور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.